نعم أصبح تخصص منتخبنا الوطني الفوز على شقيقه الكويت في البطولة الخليجية حيث جاء فوز الأمس بهدفين لهدف استكمالا لسطوة الأحمر منذ خليجي 15 في الأمس ضرب الأحمر جميع العصافير الممكنة بحجر واحد فقد اعتلى أولا صدارة مجموعته بأربع نقاط من تعادل وفوز كما حقق الأحمر فوزه الأول على المنتخب الكويتي على أرض العاصمة القطرية الدوحة التي كانت شهدة على آخر فوز للأزرق في تاريخ مواجهات المنتخبين وأسهم فوز المنتخب أيضا بتجديد الثقة مع جماهيره العريضة التي كانت العامل الأهم في حسم المواجهة من خلال تشجيعها المستمر والمتفاني والأهم أيضا رؤية عبدالعزيز المقبالي أساسيا على أرض الملعب بعد أن مر بظروف صعبة ونجح المقبال كعادته بترك بصمته فهو من تسبب بركلة الجزاء الأولى وهو من نجح بهدوء وثقة في ترجمة ركلتي الجزاء إلى أهداف لقاء الأحمر والأزرق لقاء الأخي بأخيه فعلى الرغم من المنافسة الشديدة إلا أن الروح الرياضية تجلت بأبهى صورها فها هو الجمهور يجلس جنبا إلى جنب فلم نعلم هذه المدرجات إن كانت مخصصة لجمهور عمان أم للكوي وها هو فايز الرشيدي يقبل جابين مبارك الاثنيني الذي غادر أرض الملعب مصابا وهذا المقبال يسرع في علاج زميله المصاب شاهدنا في الأمس قمة الروح الرياضية والإثارة والتي تجلت في خليط من اللونين الأحمر والأسرق ترجمة نانسي قنقر